محاضرة الكيمياء النظري الثامنه هذا اول فيديو بس هذا راح سجله الباقيات لا مشروحات وكاملات بس احولها ان للكم طبعا المحاضرة هنا تتناول شنو تتناول فد موضوع اللي هو شنو الكاربوهايدرات طبعا راح شوف بهاي العلامة مع التسجيل راح احاول اشرلكم هذا الكاربوهايدرات خوش هلنا مونو سكرات ودايا سكرات ووليوغو سكرات حسا هذا مو موضوعنا بس خليس اقول لكم المونو سكرات هي سكرات واحدة الدايا هنا ثنين مونو يعني ثنين من هاي المونو صير دايا دايا عن ثنين الوليغو هي افيو يعني شيء قليل من المونو سكرات وبيان قوسين تقدر تكتب منه ثلاث جزيات سكر الى عشرة الحد العشرة نسميه اوليغو البولي منه دعش جزيات سكر فما فوق يعني الى ما لا نهاية هذا مو موضوعنا موضوعنا شينو هنا عدنا الالدوز شوف بها شوية شبيرة العلامة انت ويا يتبع الالدوز هذا والكيتوز هذا الجوه شنو الدوز وشنو كيتوز استغفر الله شون اعرف هذا الدوز وشون اعرف هذا كيتوز ماشي انا قل لك هس هو مطيق صغتي انا مطيق هاي الصيغة هاي منها حصل عليها سار جاسو عليه داره مطيق هاي الصيغة العليمين جاسو عليه داره الصيغة الاولى هي هاي الالدوز او الديهايد احنا نسميه الديهايد وهذا الثاني المنا كيتون هس واحد يقول شون اعرف الالدهايد من الكيتون خلي ادليك على الكيتون حتى تفرقه عند الالدهايد وخلص يعني ادليك على الكيتون لان الكيتون كلش واضح دائما يكون كلش واضح طلاب انا ارافع صوته وعلي حتى انه يكون الفيديو يعني بشكل صحيح الكيتون O شايفيه السهل بلون الأحمر بهذا التفاعل O بثانئ ذرّة كاربون شايفا هاي الآن باللون الأحمر هي عبارة عن آسرة مزدوجة بيه ذرّة كاربون بالثانية بالذرة الكاربون الثانية إذن ما دام O بذرّة الكاربون الثانية إذن هذا كيتون الألديهايد شوفوا الأوين بذرّة الكاربون الأولى هاي الأو بذرة الكاربون الأولى هذا الديهايد إذن الديهايد الدبل بوند أو يعني الأوم والأعصر المزدوجة هاي البلحمر بذرة الكاربون الأولى الكيتون الأو بذرة الكاربون الثانية خوش ويجي الديهايد بصيغة ثانية هاي الأول ذرة هاي سادة موالديهايد أول ذرة موجاية شوفوا بهذه الطريقة دبل بوند أو منها أش مرة تنكتبها بشكل خطة بدون أعصر ينكتب سي أش أو هذا سي أش شوف حس هذا بدايته C-H-O بدايته لا C-H-2-O-H حتى نقول شنو كيتون ولا بدايته هيت شي خطية يعني C-O-O-H خوش رسم لا بدايته هيت C-H-O هذا أبو C-H-O هذا ألديهايد شنو هذا ألديهايد خوش الكيتون واضح بدايته C-H-2-O-H ونهايته C-H-2-O-H والآصرة المزدوجة وين بثاني ذرة الألديهايد الآصرة المزدوجة بأول ذرة أو تجي بهالطريقة C-H-O C-H-O هسه عرفنا نفرق الألديهايد من الكيتون ماشي هاي أهم شغلة أما هاي المركبات اللي تارس هترس مو شغلك يعني ما راح تركز عليها هاي مجرد أمثلة على الألديهايدات والكيتونات ماشي الألديهايدات والكيتونات راح ناخذ هاي الموضوع موضوع هسه أول موضوع راح ناخذ ال D وال V ال D وال L هسه راح ننزل عليه فيديو ماشي ال D وال L راح ننزل عليها فيديو وراها ها ها هم D وال L يعني وال N قضية ال N وقضية ال EBMARZ راح ننزل عليها في فيديو وقضية ال IZOMARZ هاي المواضح هذي EBMARZ هذي IZOMARZ ماشي مناه إلى النهاية بس دزولي شنو اللي داخل بالملزمة و شنو اللي ما داخل ها باقش الله تلستاذ حذفه اشتركوا فيديوه اشتركوا فيديوه